السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميدوشا إن شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم كما راكم تشوفوا رايح ندير معكم الشخشوخة ولا المفرمسة ولا الفطير كل منطقة الجزائر كيفاش تسميه هو طبعا طبق جزائري تقليدي معروف نديروه خاصة في المناسبات كما هاد اليام المولد النبوي أنا اليوم رايح نديروه بالخضر وتقدروه بالزبيب والعين والبرقوق يعني اللي في خويسك يعني نديروه بالطريقاتين نتمنى إن شاء الله تعجبكم الوصفة ونمروا التحذير على بركة الله إذن بالنسبة للعجينة نبدأ قبل بالعجينة تع الشخشوخة عادي كما يعني مولف ندير معكم هنا رايح ندير سميد الرطب رايح ندير دو بول هذو كلي بول تع شربة 250 قرام البول ونصف فارينة خلطهما مليح حسب تما نديروه حسب الكمية يعني الكمية نحن نديروها نزيد ملعقة تع قهوة ملح طبعا الملح ثاني حسب الرغبة نخلط ندير هنا كيلة ما هذي كيلة ما ومن بعد نشوف ساعتي ديلي كيلة ونص ساعتي ديلي كيلة واربع هناني زدت كيلة نص وحطيتها قدامي ونشوف نزيد بشوية ونشوف هناني مدرتش الزيت في العجينة تع الشخشوخة مندير لهاش الزيت مش كما المعارك والمحاجب بديروها الماء والملح والعجين هذا ما كان لمها برك مليح وخليوها شوية يبسها مديروهاش طرية بزيف هكذا كمتشوفو ديتلي كيلة واربع مدتش كيلة ونص ديت كيلة واربع وش قعد دو كلمها مليح هكذا واحد زوج دقايق ونديرها في كيس بلاستيكي ونخليها على جنب الليل كامل تقدروا تخليوها ست سوية ع ساعتين يعني حس اللي كانوا عطوا غاسبين ع الاقل ساعتين يعني نادو كنديرها في كيس بلاستيكي ونخليها الحيل بيرت خليها في الكوزينا في في المطبخ على جنب ولعد الحيل سخولت بزيف ديرها في الثلاجات تحت تحت الزيت تحت خلاص يعني خليتها ليه كامل واليوم هني جبتها كمتشوف كشتولي الطرية وارا طباق نخدمها واحد الخمس دقايق وهي نشفب من غير ما نزيد الماء ندلكوها كما نقولو هكذا بركدي وجيبوه ما تقطعوش العجينة واحد الخمس دقايق ونبدأ كسع نزيد الماء بشوية نزيد بشوي وندلكو حتى تشربو كسع نزيد كل خطرة زيدو الماء بشوي استنيو حتى نشرب باش هكذا حتى باش كيتلحقول القوام اللي تحوسو عليه تحبسو هكذا كاميرا كنتشوفو هكذا نقدر نشكل به كوريات بها كوريات بالعجينة يعني نزيد نجيب هنا بلاتون دهنو بشوية زيت وندهن يدية ونشكل كوريات صغيرة ديرو كوريات صغيرين مش كما تعلم حاجب كبار بسكن بعد كينحلوهم نكسلوهم ويديو البلاسها في طاجين ندهن من فوق بشوية زيت ونغلف بفيل بلاستيكي باش ما تنشفليش العجينة من فوق ما ديرش هذيك لكوت من فوق وخليها زيت ريح وحدة لعشر دقايق حتى الخمستاش دقيقة وطاجين هاني شعلت علي شعلوا سخنوا بعد حدروا النار تحت المتوسط ونبدأ نقرس هكذا العجينة نتاعي ونكسلها كسلوها مليح وستعانوا بطاوية العمل حطوا يعني العجينة في القراني كسلوها حتى نتولي شفافة ومبعد نحطها في طاجين اللي قوتلكم كما قوتلكم مراني نقسلو في النار نقسولو النار باش ما تتحركش للعجينة تاعكم ومعات تنشف من فوق قلبوه معات شفوها نشفت من فوق قلبوها وكي تشوفوها ثانية نشفت من تحت لما والحواشي الواسط وخليهم يزيدو يطيبو شوية بسك الحواشي دايما يقعدو شوية خشين والا هكذا شوية نشوفوها طابة مليح ونطبقها ونحطها في صحن والله في معون هنا نواصل نزيد نوريكم واحدة ثانية أنا هنا ندير بالواحدة تقدرو تديرو زوش فوق بعضهم وديرو زيت بيناتهم وتكسلو مليح باش يجيوكم بعض زوش في لازقين في بعضهم أنا هنا ندير بالواحدة المبتدئات يعني باش يشوفو مليح نزيد نوريكم هذي كيفاش نطيبها كما قلت لكم النار تكون ضعيفة ومعا تنشف قلبوها وبعد نواصل لواحدة يبسكو عندي شوية كنعودو نصورو ما عناش ليس باس ونيباليس كنعودو نخدمو في الحويج هذي وبعد نوريكم هذي وبعد نكمل الباقي ونرجع لكم إن شاء الله الان هاكم تشوفو بعد ما كملتهم درتم فيه كيس بلاستيكي كيس بلاستيكي باش ما يشيحش المسمنة تعكم هنا نوري لكم باركم بعد نعود نرجعو فيه كيس بلاستيكي هنا رح نشخشخ منه كمية وش نسحق الاغداء ولا بالمقس هكذا قطعو ولا بيديكم ولا كل واحدة وكيفاش تشخشخ ولا كيفاش تفتت هكذا نقولون تشخشخ تفتت للكلمات للزوج هكذا نقطع بلمقس وبعد نزيد نعود نحلهم ونزيد نقطع هكذا كاميراكم تشوفو ولا حتى نكمل كامل ونرجع لكم وهنا نروحوا لتحذير المارق ولا لسوس هنا يا كاميراكم تشوفو هاي شخشخة كملتها وهنا وش نسحق عندي البصلة تحب البصلة بزيف وتحب طماطم بزيف هنا عندي زوج حبة تبصلة واحدة صغيرة والثوم عندي ربعة طماطم عندي ثلاثة واللفت وزرود ديا كما وتكم رح نديرها بالخضر الفلفل وشوية مع دنوس ودبشة هكذا ومبوكي هنا عندي الحم لخروف لدي الخرشف نقيته وغليته خمس دقايق الفل فيغة بلون شيخ سين مينوت البواشيش اللي شمخته البارح اللي الكامل وهنا عندي شوية برقوق ناشف تديروه باش يطلق الحماذة تحب الحرارة وتحب الحماذة قدرت هنا ربعة تقدروا ديرو ستة حتى الفمنياق نبدأ نقلي الحم هنا عندي الحم لخروف تقدروا ديرو الجاج ولا البقري ولا تخلطو الزوج نقلي الحم مليح في زيت سخنوه مليح قبل ما تديرو الحم عليه البصلة هاني رحيتها كما قلت لكم البصلة زوج حبيت كبار حتى لعدو متوسطين ديرو زوج زوج حتى الثلاثة ولعدو كبار ديرو زوج وهنا الثوم هاني عصرتو فث سنا الثوم نقلي البصلة ثانية والحم والثوم مع بعض ونزيد الطماطم اللي رحيتها ثاني فث حبيت الطماطم وزيت ملعقة كبيرة تعتماطم صبرة الملح الفلفل الكحل وهنا الفلفل الأحمر بطخيكا والكل كسبر احنا لس طيفين اخدناه بالكسبر دايما نحاضر معانا شوية كمون هاني نكيل بالمغرفة تعالتاي تعال القهوة الصغيرة يعني مش يبانلكم هكذا الملعقة من الملعقة الصغيرة نكيل بدايما بالصغيرة خلاص تعالتاي هذيك نقلب مليح وخليها نغطيها وخليها تتقلى على النار ضعيفة تماما خبستاش ندقيقة هاكم تشوفوا بعد ما خليتها تقلت تطلق الموحدها البصلة وطماطم المهم نقصوا للنار تماما وخليها تتقلى مليح مليح باش الحم يشرب التوابل هذيك والملح ونبعد نزيد كلش الحمص والخرشف واللفت وزرودية والبوكيقاني هذا وهنا المشماش والبرقوق ونمرق بيطرتين ما غالي هنا هنا يطرتين حسب الكمية اللي يديروها اللي تحوسوا عليها نزيد شوية بس كما هش يطرتين كاملين كما قلتلكم اللي ما لازم يكون غالي حامي نقفل عليها ونخليها تطيب ثلاثين دقيقة حتى لربعين دقيقة ببخي هناني خليتها ربعين دقيقة كما تشوفوا نحي الحم ونحي الخضر ونزيد شوية نزيد لها ندير الفلفل معها ونخليها تغلي واحد العشر دقايق باش تختار شوية من غير ما تقفلوا وخليوها غطيوها برك وخليوها شوية عشر دقايق وطفيو عليها وهنا نجيل سحن تقديم ندير الشخشوخة التاعي فيه ونزيد بالخضر والخرشف والحمص والحم يعني كل واحد ونبعد كيفش يقدم كما قلت لكم كاي اللي يدير بالزبيب والعين والفرماس ولا احنا الفرماس فرنسا معناش فرماس صافي نادرت البر جوجل يابس يجي يذوب فيها ويخثر لكم المرقة ويجي بنين فيها ومبعد نسقيه ولا نسقيه بالمرقة هذي والحم وهذه الوصفات تاعنا ان شاء الله تكون عجبتكم وش هي طيبة وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة